حضراتكم في البداية أو هنستعرب مع حضراتكم مجموعة من الأخبار 21 لعب في قائمة النادي الأهلي لمواجهة الواصل الإماراتي الأسماء اللي أعلن عنها الكابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بعمال مدير الكرة في النادي الأهلي أعلن عن طبعا هذه القائمة اللي بتضم 21 اسم لخوض المباراة القادمة في طبعا دور 16 في مسابقة كأس الشيخ زايد للأندية أبطال العرب الأسماء جاءت كالتالي محمد الشناوي شريف إكرامي علي لطفي سعد سمير سليف كوليبالي أيمن أشرف صبري رحيل وأحمد علاء وأكرم توفيق وكريم ندفد وحسام عشور وهشام محمد ووليد سليمان وناصر ماهر وإسلام محارب محمد شريف وأحمد الشيخ وأحمد حمودي ووليد أزارو ومروان محسن وصلاح محسن في طبعا تركيز خاص جدا من الجهاز الفني وتحديدا من المدير الفني باتريس كارتيرون على البعد النفسي الخاص بتجهيز اللاعبين وإبعدهم أو أنهم يشتغلوا على الفترة اللي جاية وينسوا تماما ويغلقوا ملف البطولة الأفريقية اللي انتهت طبعا بالمباراة النهائية لما كانتش مرضية للجميع وأولهم الجهاز الفني واللاعبين لازم يغلق هذا الملف تماما لأن النادي الأهلي عنده ارتباطات حيدخل قريبا في منافسات أفريقية وفي دوري الأبطال في نسخته الجديدة ومستمر في منافساته المحلية الدوري المصري أيضا البطولة العربية وأهميتها بالنسبة لنا لأن النادي الأهلي تعاود زي ما حضراتكم عارفين أنه أي بطولة بيشارك فيها بيأخذها بهدف واحد لا بديل عنه هو الفوز باللقب والفوز بهذه البطولة سواء كانت محلية أو دولية عشان كده باتريس كارتيرون ركز على هذا الأمر وبيحاول يشتغل على تحسين المناخ معنويا لللاعبين وحالتهم النفسية والدوافع عندهم ليصل إلى أفضل معدلات أداء فني وبدني في المباراة اللي جاية بدءا من مباراة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل ده كان السبب اللي أدى إلى اجتماعه لمدة 15 دقيقة مع اللاعبين عشان يتكلم معهم في الكثير من الأمور الخاصة برؤيته الفنية وأيضا بالدوافع اللي بيحاول يخليها موجودة بقوة عند اللاعبين في هذه المرحلة طبعا ودعا لهمش التدريبات المستمرة طبعا قبل سفر الفريق إلى الإمارات لمواجهة الوصل الإماراتي الفريق إن شاء الله يسافر لمواجهة الوصل الإماراتي زي ما قلنا الحضراتك ويوم الخميس المقبل هذه المباراة مهمة جدا لأنه الفوز فيها في طبعا مجموع نتيجة المباراتين وإجمالي المباراتين اللي بتعتبر شوط منها كان في برج العرب والشوط الثاني هيقام فيه الإمارات على ملعب الفريق المنافس الوصل الإماراتي وده اللي إن شاء الله من خلاله نتمنى أن نحن نوفق قياد المباراة لنصعد إلى الدور ربع النهائي ونستمر في مشوارنا في المنافسة على هذا اللقب البطولة العربية وكأس الشيخ زايد للأندية العربية انتظام السوداسي الأولمبي في تدريبات الأهلي مجموعة متميزة جدا من الشباب ممكن نستفيد بقدراتها في الفترة الجاية ووعدة أيضا من مستقبل الأهلي إن شاء الله مع الصفقات الجديدة ومع العناصر الشابة اللي بتمثل القوام أو النسبة الأكبر من قوام المنتخب الأولمبي المصري هي موجودة بقوة مع جهاز الفني المنتخب الأولمبي وده بيعد بأنه الجهاز الفني كمان عنده أوراق متميزة جدا فيه أعمار سنية مختلفة ومتنوعة وصغيرة يقدر يعتمد عليها وتبقى دافع قوي للفريق يعتمد عليها بقوة فنيا في الفترة الجاية إن شاء الله انتظم لعبه المنتخب الأولمبي ستة من السداسي ده من نجوم النادي الأهلي في هذه المرحلة وهم مؤثرين جدا في قوام المنتخب الأولمبي المصري الأسماء دي هي صلاح محصن ومحمود الجزار وأكرم توفيق وأحمد حمدي وكريم ندفد وناصر ماهر طبعا اللعيبة انضمت خلاص خلاصت ارتباطاتها والمباراتين اللي كانوا مع منتخب تونس مباراتين وديتين استعدادات طبعا في المنتخب الأولمبي وبعدها بينخرط هذا السداسي في تدريبات الفريق الأول وبإذن الله يستفاد به بالشكل الأمثل ويكون من العناصر القوية جدا والمؤثرة في فريقنا في مبارياته وارتباطاته القادمة كارترون أعفى كليبالي من التمرين اليوم ربما شعر اللعب بأي نوع من الإجهاد أو بأي إصابة طفيفة فضل على أساسها الجهاز الفني أن يمنحه راحة سلبية اليوم من التدريبات ويعود لطبعا المشاركة مع الفريق والانضمام للفريق للسفر إلى الإمارات استعدادا لمباراة الوصل الإماراتي يوم الخميس المقبل ولهذا غاب سليف كليبالي عن المران الجماعي اللي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش وإحنا قدامنا طبعا لقطات من تبعها مع حضراتكم من تدريبات الفريق هو إسلام محارب كمان تغيب عن المران كان أصيب في المباردية طبعا ضمن استعدادات الفريق مع فريق الشباب أصيب كدمة في الكاحل قدت إلى غيابه عن تدريب الأمس وعادل المشاركة بقوة في التدريبات اليوم ترجمة نانسي قنقر